أهلاً أحبائنا مشاهدينا يقول النبي موسى رجل الله العظيم للجيل الثاني في سهول مؤاب كلمات مهمة جداً واليوم الشباب طبعاً يسمعوها لأنه رسالة مهمة جداً هذا هو نداء إلهي هذا صوت إلهي وهي رسالة طبعاً رسالة انذار ورسالة تحذير في نفس الوقت ولكنها رسالة توصية أيضاً في نفس الوقت ولاحظ عندما يقول أشهد عليكم السماء والأرض الكلام اللي أنا بكلمكم يعني شوف معاملات الله العجيبة إنه بيكلم من يكلم الإنسان الطراب الحقير ومع كل هذا عم بحذره لأنه برضو الرب يعني هو عم بيكلمهم لاحظ يعني بقول يعني في نفس الإصحاح وقال الرب لموسى ها أنت ترقد يعني رح تموت مع أبائك فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهة الأجنبيين في الأرض التي هو داخل إليها فيما بينهم ويتركني وينكث عهدي الذي قطعته معي وبعدين بيكمل يعني إذا بتلاحظ حتى في الخطاب اللي بيتكلموا فيه موسى في الإصحاحات الأخيرة عم بيوص الشعب كمان مرة أنه ينتبهوا لأنه حتى وموسى بعده عم بيقوله أنه أنتوا شعب صلب الرقبة ورح تبعدوا عن الرب بتخيل وهو عم بيحذرهم فإذن هنا بنشوف في توازن في الصفات الإلهية حباقي بنشوف من خلال هذه الكلام وهذه الدعوة هي دعوة للحياة ودعوة للحياة لاحظ الكلام عم بتكلم هون أشهد عليكم السماء والأرض هون الله مش عم بيرغم ولا بيجبر أي إنسان إنها حرية حرية الاختيار حرية القرار وهذا ما تتميز به المسيحية نعم الله هو سيد له السيادة والسلطان المطلق الكامل وهو غير محدود في الزمن فهو خارج عن نطاق الزمن ولكنه يتعامل في نطاق الزمن هذا الإله العظيم اللي خالق كل الأكوان والكواكب اللي بتحتاج إلى ملايين السنين الضوئية حتى يعني تذهب من كوكب لكوكب تخيل معي هذا الإله العظيم بهمه أمرك لأنك أنت مخلوق على صورته ومثاله الصورة الأدبية الروحية بيهتم بحبك وموضوع الفداء فإذن حرية الاختيار وهذا طبعا ضد عقيدة القضاء والقدر أحبائي الله هو يعلم العالم بكل شيء والله هو القادر على كل شيء والله هو الحاضر في كل مكان وفي كل زمان فهو الإله اللامتناهي هو الإله الأزلي السرمدي هو الذي قال عن نفسه أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الحي إلى أبد الأبدين الكائن الذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء ولكن عندما يتعامل مع الإنسان أعطاه حرية الاختيار حرية أدبية حرية أخلاقية وانا شو نتكلم على حريات مادية ولا فلسفية أحبائي في كتير أشياء احنا ما بنختارها انت ما بتختار جنسك أو خلفيتك ولا حتى بتختار اسمك ولا بتختار شكلك أو لونك ولا حتى بتختار زمن ولادتك ولا حتى بتختار مكان ميلادك أو معاد هذا الميلاد يعني في كتير أشياء ما إحنا منقدر نختارها لكن إحنا ممكن نختار المصدر الحقيقي للفرح والسعادة والحب والسلام نختار نختار الحياة وهذا من نصيب كل واحد مننا فإذن السؤال ماذا تختار وهذا هو متعلق بك عزيزي المشاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى